حيث لا يهدأ الغرب في مساعيه لتضييق الخناق على روسيا حتى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا لم يضيعوا فرصة لفرض عقوبات جديدة على موسكو آخرها ما كان من وزارة الخزانة الأمريكية فما التفاصيل الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربع سفن تساعد إيران في تسليم الأسلحة إلى روسيا بالإضافة إلى ثلاثة كيانات من بين الخطوط الجوية الإيرانية البيت الأبيض قال إن عسرات العسكريين الروس تلقوا تدريبات في إيران لاستخدام أنظمة الصواريخ الباليستية قريبة المدى وربما ستستخدمها في غضون أسابيع ضد أوكرانيا الحلفاء أيضا أقدموا على خطوة مشابهة حيث قالت الخارجية الألمانية إن حكومة فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا في حين وبمتابعة عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن انطلقت مناورات بحرية كبرى في المحيط الهادئ والقطب الشمالي وثلاثة بحار هي المتوسط والبلطيق وقزوين بوتن قال إن أسلحة جديدة وعالية الدقة سيتم اختبارها خلال هذه المناورات التي تهدف للتأكيد والتأكيد على أو التأكد من جهزية الجيش للقتال وردع التهديدات ولم يخلو خطاب بوتن من الإشارة إلى الولايات المتحدة التي يرى أنها تحاول تحقيق أفضلية عسكرية وخلق سباق تسلح استعدادا لأي تطورات بوتن أكد أيضا على مواصلة تعزيز قدرات جيش بلاده والبحرية بما يشمل الأسلحة النووية التقارب الصيني الروسي يستمر في إثارة قلق الدول الغربية وأمريكا خاصة وأنه تقارب مدروس يضع على رأس أولوياته التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز قدراتهم العسكرية عبر مبيعات الأسلحة والتدريبات المشتركة وضعت الصين وروسيا كذلك الشراكة الاقتصادية بينهما ضمن قائمة مساحات التقارب إذ أن التحالف الاقتصادي الأقوى بين الصين وروسيا يعمل على تقويد العقوبات والسياسات الاقتصادية الغربية فضلا عن إمكانية خلق نظام اقتصادي بديل يقلل الاعتماد على مؤسسات الغرب المالية الخبراء يقولون أيضا أن التقارب بين موسكو وبكين على الصعيد السياسي يزيد من نفوذ الجانبين ويشكل تحديا للنظم السياسية في المؤسسات الدولية خاصة في الأمم المتحدة عبر استخدام حق النقد الفيتو وضمن أحد المخاوف أيضا هناك التعاون في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا بين بكين وموسكو حيث من الممكن أن يؤدي إلى تضخيم تهديدات الهجمات السيبرانية وعملية التجسس ضد الدول الغربية وغالبا ما تؤكد الدول الغربية على أن التقارب بين الدولتين بأشكالها قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المناطق التي تتعارض فيها مصالحهما مع مصالح الغرب مثل أوروبا الشاقية وبحر الصين الجنوبي وأسيا الوسطى وغيرها من لندن التحقبية السيد فليب انجرام الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية أهلا وسهلا بك معنا هذه العقوبات الأمريكية هل فيها تأكيد إلى أن روسيا باتت تمتلك بالفعل صواريخ باليستية وإن كانت كذلك ممد خطورة هذا على الوضع هناك في أوكرانيا الوقع أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الاستخبارات الأمريكية قالت أن 200 صاروخ قصير الأمد تم تسليمها من إيران إلى روسيا وهذا سوف يكون لديه أثر على أرض المعركة ولكن لن يكون أثرا كبيرا الأثر أكبر بكثير سياسيا لأن كان ذلك خط أحمر وضعته الولايات المتحدة والغرب على إيران وروسيا وهو يتعلق بتوريد هذا النوع من الأسلحة والصواريخ الباليستية تخطى هذه الحدود ومن هنا نرى هذه العقوبات وأيضا الولايات المتحدة والوزير بريطاني ذهب إلى كيف على الأرجح لرفع القيود على استخدام الأسلحة الطويلة الأمد الغربية ضد أهداف داخل روسيا ما حقيقة هذا الدور الذي تلعبه إيران فعلا في مسألة مساعدة روسيا في ما بين قوسين التسليح نتحدث عن دولة مثل الاتحاد الروسي عموما ونتحدث عن دولة مثل إيران عليها عقوبات وعندها كثير من الأمور التي لا تجعلها تكون ربما ملاذ لروسيا أعتقد أن باعتبار أن روسيا تذهب إلى إيران للحصول على أنظمة أسلحة هذا يشير إلى أن قدراتها التصنيعية ضعفة وغير قادرة هذه الصناعة على تزبيت كل الأسلحة التي تحدش روسيا إليها في حربها على أوكرانيا هناك إشارات متزايدة عن تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران وروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية مع بعضها البعض زودت إيران وروسيا شهد 136 وهي مسيارات انتحارية وساعدت روسيا في بناء مصنع لتصنيع هذه المسيارات داخل روسيا والآن تم تزبيت الصواريخ الباليسية وطبعاً روسيا أيضاً لجأت إلى كوريا الشمالية للحصول على ذخائر وأسلحة أخرى ومعدات وتعتمد على الصين لمكوناتنا وسلع ذات الاستخدام المزدوج أساساً تستخدم لأغراض مدنية ولكن يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية هل تعتقد بأن العقوبات كافية العقوبات المفروضة طوال هذه الأشهر وطوال هذه أيضاً السنون على روسيا هل تعتقدها كافية أم أن هناك ربما إجراءات أو تدابير أخرى يجب أن تتخذ العقوبات وحدها لا تكون أبداً كافية وأعتقد أنه سوف يكون هناك إجراءات أخرى البعض الأهم بالنسبة للعقوبات التي فرضت على روسيا وإيران هو أن هذا سوف يرسل رسالة واضحة إلى الرئيس الصيني وسوف يكون قلقاً أساساً أثناء اتخاذ قرار بشأن حجم الدعم إذن ما يقلقه سوف يكون العواقب الاقتصادية لا يمكن أن يتحمل عواقب العقوبات الاقتصادية الغربية على الصين وبالتالي سوف يراقب التطورات السياسية عالمياً عن كتب روسيا والصين كما قدمنا تجريان وروسيا بالتحديد تجري وتشارك في مناورات هي الأكبر منذ الاتحاد السوفيتي هذه المناورات كيف ينظر لها الغرب عموماً كيف تنظر لها الولايات المتحدة وإلى أي مدى هذه المناورات أيضاً قد تكون مؤثرة بشكل أو بآخر هذه المناورات هي منورات سنوية تقوم بها روسيا وعادتان ما توجه أساطيلها إلى البحار والمحيطات المختلفة وبطبيعة الحال هذا العام لا يمكن إرسال أصول في البحر الأسود لأن التمخي سارت جزء كبير منه في الحرب ولا أعتقد أنها تستخدم أصولها في البحر المتوسط ولكن روسيا تشير إلى أنه أمام العالم رغم حربها في أوكرانيا لا تزال لاعباً دولياً وتحاول قيام بذلك مع الصين ومن هنا نرى هذا التعاون بين روسيا والصين على المسوى العسكري وهذا التعاون تعزز في الأشهر قليلة الماضية ولكن تاريخياً روسيا والصين لم تعمل جيداً مع بعضهم البعض والغرب يراقب ذلك شكراً جزيلاً لك من لندن السيد فليب إنجرام الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية على هذا التواجد